السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم محمد تحسين من قناة صرشاجي ازايكم عامليني انا اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله في الفيديو ده ان شاء الله ان شاء الله اقول لكم ازاي تحلوا المشكلة دي وكمان مشكلة الشاشة الزرقة دي لان فعلا المشكلة دي كانت عندي من حوالي اسبوع او عشر ايام بالزبط والحمد لله الحمد لله عرفت لها طريقة والحمد لله يعني هشاركها معاكم دلوقتي لما انت بتيجي تفتح الجهاز مثلا من وضع سليب لو انت كنت اقفل الجهاز مثلا وعمل سليب يعني وبتيجي تفتحه فبعدك هتلاقيه لايك كده وتقيل وحركته تقيلة جدا وتلاقي الطريقة يعني بطيئة جدا 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 وبياخد فترة كأنك لسه بتعمله ستارت من اوله جديد بص المشكلة دي ان شاء الله ان شاء الله احليها لك انت بعد ما بتسيب الجهاز بقى خالص سيبه بقى المدة ساعة بسعني هو بقى يحمل ويعمل كله هو عايزه تروح جاي على كلمة استارت وتكتب cmd cmd هتبقى command prompt تروح دايس عليها او تدعمل run as administrator او تدوس على كلك يمين اهو كده وتعمل run as administrator وتروح كاتب هنا check disk وتمسك مثلا الفولدر اللي هو بتاع الwindows مثلا زواء c وتعمل نقط تنكر دوس enter هتلاقيه بيعود يعمل لك examination examination او examination او examination دي او فحص للملفات يعني يعمل لك فحص وتنظيف للملفات ويقول لك ايه المشكلة بتاعت الملفات اهو بص اهو شغال اهو examining examining اهو شغال معلش هلاندي شوائد برد بس فتلاقييني مخنف شوائد اهو تمام حتى الحمد الله هو ما فيوش zero zero kilobyte in bad sector تمام دي كده هنخلصنا هاو مثلا نعمل الديسك التاني اللي عندي مثلا check disk تاني اللي هو مثلا الدي مسلا check disk d ونعمل دي كده ونضس enter كده الحمد الله كله خلص وما فيش بردو بات سكتور اهو دي علامة البات سكتور يقول لك zero kilobyte in bad sector كده هنخلصنا اللطة دي هنروح جايين هنا بردو تاني ونكتب run اهي ران اهي ران اهي دوس بردو ران دوس عليها اهي وتكتب temble اللي هي الكلمة دي تدوس عليها علامة البرسنتج دي وتكتب temb وهلكي ترح حامل علامة البرسنتج دي تاني اهو ندوس enter دي الملفات اللي هي الغير ضرورية ترح حامل دي كده وترح حامل shift delete اهه في بسرن بعض الملفات مش هتتشال ترح دي skip وخلاص كده خلصت دي كده شوية الملفات اللي تشال وهكا نروح حاملين بردو حاجة تانية هتعجبك قوي بردو control panel اهي ندوس عليها هنا ونيجي عندي ease 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 دي فين اهي ease اهي ease of access دي وبعد كده نروح دايسين use the computer without a display اهو ونعمل عليها علامة صحة نعمل عليها علامة صحة كده ونضح دايس apply دايس اوكي كده اللي ينور وبعد كده اخر حاجة خالص انا بقولك كل دي حاجات لتسريع الويندوز اسمها power options edit power plan ندوس عليها ونروح دايسين change advanced power settings دي مثلا turn off hard disk on battery ما تقفلش الhard disk دي تعمل نفس الخطوات اللي عملها لك دي دي تيجي عند wireless تخليه maximum maximum مش maximum performance مش maximum power saving تيجي عند الانيرجي تيجي عند الانيرجي كلهم enable اهي مثلا تيجي عند الPC express تخليها برضو moderate power saving processor بقى الديل اشد processor البروستسور اهي ثاني نعمل دي كده minimum processor دي خليها زي مية خمسة في المية system cooling تبقى دوي اكتف اكتف الاتنين اكتف الماكسيمم تخليهم مية في المية الماكسيمم مية في المية بس كده دي كده خلصت دوس اوكي بس كده الموضوع ده بقى اجامد جدا والموضوع المشكلة التحلل شكرا جدا ليكم وبعد اذنك بعد اذنك لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك معه في القناة فعلا فعلا وصدقني الفيديو ده هيفيدك كتير شكرا جدا ليكم واتنساش تعمل لايك وتشترك معه في القناة كان معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته